على هامش انعقاد القمة السابعة والعشرين لمؤتمر تغيرات المناخية في شرم الشيخ أجرى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس حواراً مع رئيس الصليب الأحمر بدولة جنوب السودان جوزيف أدهور قعدنا لكاب 27 وفعاليات كاب 27 ما زالت مستمرة كما اتفقنا أن سمات الأيام تختلف بالطبع في كاب 27 بالطبع تحدثنا من قبل عن أزمات الطاقة التي تواجه القرى الإفريقية ولكن أيضاً التغيرات المناخية لها تأثير مباشر على القرى الإفريقية سواء بالفايدانات أو الجفاف أو غيرها من المجاعات والأثار السلبية الكثيرة التي تأثرت بها الدول الأفريقية ربما من أهم هذه الدول التي تأثرت هي دولة جنوب السودان بالطبع هناك بالطبع منظمات مجتمع مدني ومنظمات عالمية دائماً ما تعمل في محاولة للتخفيف عن المواطنين أو عن البشر بشكل عام هذه الأثار السلبية الخاصة بها التغيرات المناخية معي الآن ضيفي مستر جوسف مكوي وهو رئيس الصليب الأحمر بجنوب السودان ليحدثنا عن نشاطات الصليب الأحمر في جنوب السودان وأيضاً كيف تأثرت جنوب السودان بالتغيرات المناخية وآليات أيضاً التعامل في هذه التغيرات سيد جوسف شكراً لانضمامك لنا في جميع الأحوال بالنسبة لتغير المناخ بالطبع لقد أثر على أفريقيا وبالخصوص على القارة الأفريقية كلها وبالخصوص على جنوب السودان فما كانت تأثيره؟ شكراً على هذا السؤال الذي طرحته عليه اسمي جوزيف دور أنا رئيس الصليب الأحمر في جنوب السودان أنا أيضاً ممثل للمجتمع للأطراف بالنسبة للأمم المتحدة وإذا ذهبنا إلى تأثير تغير المناخ على بلادنا فإنه كبير كما نعلم لقد حدث أننا رأينا الكثير من التأثيرات على جنوب السودان كما ترون على بلدان أخرى سيد جوزيف أنه من المهم جداً معرفة كيف نتعامل مع مشكلات تغير المناخ خصيصاً لمشاكل الفيضانات التي ضربت جنوب السودان هذه مهمة المجتمعات والحكومات وعندما نتعامل مع مشكلة كهذه أو أمر كهذا جعلنا في أنني أتذكر العام الماضي عندما كان هناك مبادرة لزراعة أشجار عندما عندما أطلقنا عليها أنها ضد التلوث عندما لننتج الكثير من الأشجار الأشجار أيضاً لنقلل من الكربون دايكسايد كما قلنا سابقاً أو الكربون ثاني أكسيدي الكربون نحن أيضاً المجتمع الوطني نحن نعمل بتكامل وجميعاً مع الحكومة وأيضاً ماذا نفعل لنضع هذه الحلول وهذه المشكلات في أماكنها المجتمع ورؤيته لتغير المناخ المشكلات المناخ لن تكون اليوم فقط ولكنها مشكلة مستمرة هل تعتقد أن المخرجات التي ستحدث أو الحلول التي ستجدها والمشاريع الجديدة والحلول التي سنجدها بعد كاب 27 ستؤثر أو ستأتي بحلول أستطيع أن أقول أن المعطيات التي ستحدث بعد كاب 27 المهمة التي كانت بعد وثيقة باريس أو كاب باريس أي من الأعضاء يجب أن يكون بدون وجود بدون وجود اتفاق واضح واتفاق مناسب للجميع وبدون تطبيق هذه الاتفاقات ماذا سنفعل؟ مهما كنا سنستثمر من الأموال في هذه المشكلات إذا لم يتغير الناس وإذا لم نطبق هذه الحلول والذهاب إلى الأوضاع المتجددة فهذا لن يوجد أي من الحلول يجب أن نستخدم نعم استخدام الوقود كما تعلمون هو مشكلة كبيرة كما ترون لذلك يجب أن نستخدم الطاقة المتجددة فالناس أيضا سيستثمرون الكثير ويوجد أن نستخدم التكيف والتخفيف في بلدانهم وخصيصا في البلاد القوية ولكن هذه الماليات وهذه التمويلات ستخفف هذه الأشياء إذا لم نتعامل معها جميعا وإذا كانت الحكومات ستجعل الأطراف المعنية والأعضاء نعم هذا هو الأثاث لأثاث الموضوع الرئيسي لكاب 27 هو أن يكون ما حدث في بارس أن يطبق الآن أو ما سنقوم به في كاب 27 سيطبق وهو المشكلة هي تطبيق هذه الحلول إذا كنا نريد التكيف أو التخفيف أو في كما وضعنا حلولا لكوفيد 19 سابقا فهل تستطيع الحكومات أو الناس أو الحكومات الأفريقية أن تتكيف مع تغير المناخ؟ التغير المناخ حدث بالفعل وأثر على الناس بالفعل في جميع البلدان وعالميا أيضا ليس في أفريقيا فقط الدول النمية يجب أن يجب أن تخفف من الموقف أو يجب أن لا يجب أن نترك فرديا أو كل واحد على حدة في هذا الكوكب فيجب أن نكون لدينا خطط بديلة حتى نحل مشكلات هذه لا يوجد لدينا كوكب آخر إذا كنا نريد أن نخرب هذا الكوكب فلن يكون لدينا كوكب آخر للعمل للعيش عليه نعم في حلول 2050 فيجب أن يكون لدينا كوكب نظيف طاقة متجددة والتمويل هو إعطاء الأموال آسفة إلى دول النامية وما إلى ذلك ولكن إذا كانت الأزمة موجودة بالفعل البلد النامية نستطيع أن نزودها بالتمويلات بالفعل وإذا أعطيناها التمويلات فيجب أن تكون قادرة على التخطي أزمات المناخ وتغير المناخ هذا الجزء مهم جدا فالتعويض الذي يجب أن يحصل عليه الدول النامية شكرا جزيلا سيد جوزف رئيس الصليب الأحمر شكرا جزيلا ما رأينا هي الفكرة التعاون والتكاتف الدولي وأيضا بين الدول الأفريقية في الهدف وصول للهدف الرئيسي وهو الحفاظ على حياة البشر وأيضا توفير الحياة الطبيعية والمعيشة الطبيعية للبشر بشكل عام ولكن أيضا الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو التطبيق الفعلي ليس فقط الاتفاقات المختلفة وربما أيضا تحدثنا في هذا اللقاء الخاص عن آليات التعويض الخاصة بالدول النامية وكيف يمكن أن تعود نفس هذه الدول بهذا الدعم من الدول الصناعية الرائدة للتحول الأخضر بشكل معامل ترجمة نانسي قنقر